معانا برضو صور للمشاكل او الحالات او العدد للغاية دي معظم المشاكل اللي بتحصل في السن اللي هو الصغير احنا ميكلم من سن 6 ل 8 سنين احنا بنقول ايه؟ بنقول ان هما لازم في سن 7 8 ماكسموم لازم يستشيروا اخصائي تقوين حتى لو ما لقيتش عندك مشكلة انت شايفها لازم تستشيري الدكتور عشان انت بتعرفيش ان هو ده عادي ولا لا هل ده نورمال في سنه ولا لا اللي يقولك على كده اخصائي تقوين زي ما حدك شايفة احنا ممكن عندنا مشاكل كتيرة جدا بتحصلوا موجودة في الاطفال في السن ده علاجها في البدري بيوفر علي مشاكل كتيرة ممكن تحصل وقت النمو ممكن احصل عندنا سبيسينج يعني تلاقي السنان عنده فيها مسافات كبيرة جدا ممكن يبقى عنده كراودينج اللي هو السنان رجبة على بعض طيب اوبين بايت ودي من الحاجات المشاكل كتيرة جدا اوبين بايت اللي هو السنان وتقفلش مفوضة ان السنان تبقى قفلة على بعض البيت او الابن بيت اللي موجودة دي تعمله مشاكل كتيرة جدا جدا معها في النمو بتاعه فيه حاجات برضو زي العضة الخلفية او العضة اللي هي مش مزبوطة الكروس بيت برضو زي تحت احنا شايفين الصورة اللي هو فيه لعندي مروز في الفك او النابين دي جميلة حاجات اللي بتشوفها كتير او بتلاقي النابين بتوعنا ملهمش مكان انهم ينزلوا ليه عشان الاسنان بتاعت اللي قدام خدت المساحة بتاعت النابين اللي مفهود انهم يبدلوا فهم فوق متش علقين فوق فاحنا لازم نشوف الدكتور تقويم اخصائي التقويم هو اللي يقدر ينزلوا النابين دي بطريقة من طرق دكتور احمن ترشان كده كنت بشوف ناس كتير قوي من صحابي كنا يعني احنا صغيرين في المدرسة يعودوا بالسنة واقتر من سنة بيبقوا عاملين تقويم ويبقى بعد ما يشلوه ما بنحسش بفرق يعني نفس اسنانهم نفس الوجاج نفس المشكلة فده بيبقوا روحوا الدكتور مش تخصصه تقويم يعني دكتور اسنان ما يدينيش نفس نتيجة ومفروض يحولوا على حضرتك دكتور تقويم اسنان دي اول مرة برضو اعرف المعلومة دي ان جمع لو فيه اي مشكلة في اتجاه الاسنان او فيه عيب في شكل الاسنان مش شرط تروح دكتور اسنان او مش صح تروح دكتور اسنان او تجميل لا فيه دكتور تخصصه ودرس اربع سنين بعد الجامعة بعد كل طب بتاعتكم دكتور اربع سنين هو في التخصص ده فدي مهمة جدا طيب دكتور ايه افضل سن لعمل التقويم يعني في سن الصغير بيبقى افضل للطفل كل ما اللاحز او الام تلاحز ان شكل الاسنان او اتجاه الاسنان مش مظبوط فيه سن رجب على سننا فيه مسافة تروح للدكتور تقويم اسنان بدري ولا لأ نسيبه شوية العظم بيكتمل الاسنان بتكبر بتتول احنا بنقول دايما ان الزيارة اولانية ممكن تروح بها عند دكتور الاسنان او خصائي التقويم تشوفي هل فيه مشكلة عندك ولا لأ طبعا لو انت لاحزت ان فيه حاجة اي حاجة مش مظبوطة او غير طبيعية كزي العادة اللي قلناها او اعواجات في الاسنان او شكلها مش مظبوط هتروح تتأكدي عنده هل هو ده طبيعي في سن وده ولا لأ ليه لان انا لو عندي مشكلة دي واهملتها لغاية ما كبر عده مسلا 11-12 سنة بالذات في مشاكل الفك المشكلة دي ملهاش علاج في الوقت ده غير تدخل جراحي مع ان المشكلة دي ممكن تحل بنتها البساطة عند سن 8 سنين عن طريق جهاز متحرك بسيط جدا ممكن يقوم للدنيا ويضبط فعشان كده بنقول ايه انت ابنك او بنتك وصله حوالي 6 او 7 سنين ما فيهاش ايه مش كده لما تستشيري اخصائي التقويم تشوفي هل انا عندي مشاكل ولا انا ماشية في التراك المظبوط الحمد لله سناننا كويسة بنطلب اشاعات بانوراما بنشوف وضع السنان اللي هي ما بدلتش لسه دايما اخبارها ايه مكانها فين بنحدد على اساسها احنا ممكن نتدخل بدري ولا لا بس دايما سونر داباتر زي ما بنقول في الموضوع التقويم بالضبط عشان نعالج مشاكل كتيرة ممكن تترتب عليها اهمالنا في الفترة السنية دي طب المشاكل الموجودة في الفك ايه هي بصي الموضوع ده مهم جدا يعني عندنا مشاكل في الفك بالنسبة للفك العلوي الفك الصفلي بنشوف كتير قوي من الاطفال بيبقى عندهم زي بروز كده او في الفك الصفلي بتاعهم بيبقى طالع لقدام قوي البروز ده احنا معنا الفيديو ممكن انت شرحها ليه دطور احسن بزرق ده بيبقى طفل عنده بروز في الفك يعني العادة بتاعته مش مزبوطة في تقدم في الفك تحس البروفايل بتاعه البروز طبعا احنا شايفين في فك اللي تحت في الفك الصفلي بزرق العلاج الموضوع ده بمنطقة البساطة بتعمله جهاز كده مسابت وجهاز متحرك جهاز سابت بتحطي على الأسنان وبتركيب له حاجة اسمها فيس ماسك فيس ماسك زي جهاز كده معين بيتلبس عدد ساعات معينة في البيت ما بيخرجش بيه طبعا بيتركي فيه اساتيك بحيث ان هو بيحفز لنمو الفك اللي فوق وبيخبط او بيثبط نمو الفك الصفلي ففي الوقت ده بقى مهم جدا ليل ان هو الفك بينمو لكن عشان كده بيقدر نغير شكل الطفل خالص والعدة بتاعته بتختلف تماما فده من الحاجات المهمة جدا احنا ان احنا في الفترة السنية دي هم نتكلم في 8 سنين 9 سنين 10 يمكن جاي متأخر شوي لكن لو عدينا بقى 12-13 خلاص نمو الفك بالنسبة لنا بدأ يقف ويقل فمقدرش ان انا اقومه ففي الفترة السنية العمرية الصغيرة دي انا بقدر اقوم الفك لان هو فيه نمو لسه عند الطفل فاقدر اقدر ان انا اعدل العضة وحتى بقى احنا مش بس عضة لو شبتي شكل الوش اختلف صح اللي ان الموضوع ده اخد يبالك برضو هو لما جدنا بادل هيزيد معا هيفضل يزيد لغاية من نمو الفك يقف فهتلاقي فيه ناس عندها بروز جامد او الفك حتى في الفك العلوي برضو بنفسك اللي هو الضب زي ما انا حضرتك بتلاقي فيه ناس اطفال عندهم المشكلة دي بادية من الصدر لا ما استنياش لغاية مجبر واحلها لان انا حلها في الوقت السن في العمر ده هيبقى منطور بساطة وفترة قليلة فهيقدر يتعود على شكل الوش ناسي استفيد من فترة نمو والطفل طيب التقويم ده بيبقى مؤلم